بفارغ الصبر ينتظر اللبنانيون بشرة شرين وذلك بعدما أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن موافقة الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي على القرد العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان بعدما اتخذ قرار سابق بإلغائه القرد كان تريبا بحكم الملغة يعني بعد خمسة سنين ما استعنا ومفروض كان يلتغى اجتمعنا مع الصندوق العربي وتفقنا بتغيير عملة الكبر من اللبناني للدولار وعساس أنه المقترب بياخد 40 ألف دولار على زوية الدخل المحدود و50 ألف دولار زوية الدخل المتوسط اجينا تأكيد رسمي خطي بواسطة مجلس الماوي العمار المشكول بيعطينا هذا القرد بيتماني قاب لا مكان للمحسوبية يؤكد أنطوان حبيب فالتقدم للقرد يتم عبر منصة ومن يستوفي الشروط يحصل على القرد إلى ذلك فان اطلاق المنصة باتقاب قوسين بانتظار الانتهاء من وضع الشروط ما بدي طلع منصة إذا فادي بعد ما أعطونا إياها الصندوق العربي اللي نحنا تصورنا بتكون بحدود الستة بالمية بس ما بدي أعط حط على منصة بدي أحط كل الشروط اللازمة بما فيهم الفادي وغير والمدة اللي هي 20 سنة المنتظرة اللي ما هونالي صحبنا كل الاستمارات من فروعة المصاري في مصرف الإسكان وما بقى فيه إلا اليوم هو المنصة الدولاربي بيفوتوا في عنا خط ساخن 1620 في حال تعرقلوا أما فيه أشياء علقوا معهم ما قدروا فيتوا وعملوا على الابتليكيشن أونلان ويقدروا يسألوا في عنا كول سنتر في عشرة أشخاص بيجيبون وعلى أساسها إذا سوفوا الشروط بيأدبوا نورا وبيغضوا الشكل هذه الرسمة من قروض الإسكان ستستهدف نحو 6000 عائلة وبإمكان المهتم الاستفادة من القرض سواء لشراء شقة أو لترميمها أو حتى لبنائها للشراء شقة لترميم أو للبناء ثلاث أنواع أكيد مفروض يكون لبناني وما مفروض يكون مستفيد من أي قرض مدعوم تاني مفروض المدخول يكون بين 1500 إلى 2500 دولار علما أنه بدون يندفع تلت المدخول مائلة المعاش وبيقدر يكون عندهم كفيل لحتى يساعدهم إذا عندهم أهل موجودين بالبلاد العربية أو بالأفرية إلى بلاد الاختراب بيقدروا يساعدهم نحن تصورنا بحدود 5000 إلى 6000 واحدة سكانية يعني إذا نعتبر 6000 عائلة 6000 عائلة كل عائلة من 1000 من 4 أشخاص 240 ألف لبناني سيفتفيدوا من هذه القرض للصندوق العربي إلى جانب قروض الإسكان يكشف حبيب أن قروض الطاقة الشمسية ما زالت قائمة غير أن المشكلة تكمن في الشركات التي تريد تقاضي الدولار بعدما تم الاتفاق معها على دفع كامل المبلغ بالليرة اللبنانية ويتحدث أيضا عن اتصالات تتعلق بتمويل مشاريع عدة ترتبط بالطاقة الشمسية والآبار الاتوازية وغيرها من المشاريع البيئية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر